احنا مشكلتنا كانت مع البرنامج الحكومي اولا هو ليس برنامج حكومه هو منهاج وزاري الحكومة لم ترسل منهاج حكومي الى مجلس النوام ما ارسلت برنامج حكومي ما ارسلت برنامج حكومي ما الفرق ممكن توضحي لمشاهد المنهاج الوزاري هو الخطوط العريضة مثل ما نسميها احنا لعمل الحكومة العناوين المانشيتات فقط اللي هو ضمن عندنا سبع فقرات هذه فقط العمل الحكومة للمحلة القادمة اما البرنامج بتفصيلات ما وصل لكم البرنامج الحكومي هو تفصيل للمنهاج الوزاري المنهاج الوزاري اللي يقرار رئيس الوزراء اثناء تأدية اليمين والتصويت على رئيس الوزراء كوكابينته الحكومية بعدها يرسل البرنامج الحكومي بتفاصيل جميع المشاريع التي ستؤديها الحكومة هذا ما ارسل ما ارسل نهائيا وليست هناك اي معايير ولا محددات ولا مؤشرات ولا اوزان نقدر نستند عليها حتى نقيم اداء الحكومة مع العلم انه اكوفقرة بالنظام الداخلي تفرض على الحكومة انه هي كل ستشور ترسل الانجازات ها جقد نسب الانجاز لكل مشروع محدد هي دوب خاصة التشور الاولى من عمله احنا احنا قيمنا بدون مؤشرات بدون اوزان بدون معايير احنا اللي سوينا استضافينا وزراء ومدراء عامي واستمعتوهم واستمعنا الى كلامهم وايضا اخذنا المنهاج الوزاري واللي بي سبع فقرات وثلاثين نقطة استخدمنا احصائية معينة فقسمنا النسب وبناء على المقابلات والزيارات الميدانية والاستضافات وغيرها حددنا اشقد انجز من هذه الفقرات السبع وجدنا انه هي سبع عطاش بالمية نسبة لها سبع عطاش بالمية سبع عطاش بالمية